موسيقى أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالثة الإعدادي أهلا بيكم حلقة جديدة من مادة الماثيماتيكس تحت رعية وإشراف وزارة التربية والتعليم المفروض البرانش اللي احنا نشتغل فيه النهاردة اشتغلنا فيه في الحلقات السابقة وكان هو برانش التريجنومتري وقلنا قبل كده أن التريجنومتري هو علم دراسة الريليشن اللي بتربط بين السايدز والأنجل في أي تريانجل في الدنيا لكن احنا في يعني في منهج بتاعنا في تالثة إعدادي هنتكلم دايما عن الريت أنجل تريانجل بس طيب نعمل ريفيجن سريع كده على الكلام اللي قلناه قبل كده اتكلمنا عن التريجنومتريك ريشيوز وقلنا أنه هما تلاتة تريجنومتريك ريشيوز ساين كوساين وتاني دول بيحصلوا امتى لما يكون في عندي راية أنجل تريانجل وفي أنجل أنا هتكلم عليها السايدز اللي حوالين الأنجل دهية بتاخد نيمز it depends حسب البوزيشن الأنجل السايد اللي فوش الأنجل بيسموه opposite السايد اللي جنب الأنجل بيسموه adjacent والهايبوتنس من زمان عارفينه أنه هو السايد أوبزيز للأنجل ماينتي يبقى أنا دلوقتي لو عندي راية أنجل تريانجل وحابة أتكلم عن أنجل فيه لازم أعرف النيم بتاعة البوزيشن السايدز اللي هي البوزيشن مع الأنجل دهية ونبدأ نكتبهم في صورة ريشيوز الريشيو الأولي هي ساين كانت opposite over hypotenus الريشيو التانية كوساين adjacent over hypotenus والريشيو التالتة تان أو تاني الأنجل اللي هو opposite over adjacent زي ما احنا شايفين قدامنا كده إن التلاتة ريشيوز اللي قدامي دول علشان أنا ما اتلخبطش فيهم كنا بناخد letter من كل ريشيو مع letter من اللي موجودين في الفنين بتاعهم ونكون تلات جمل keywords اللي هي so, ka, to وقلنا دي بنستخدمهم لما نيجل نشتغل في المسائل طيب في حتة كده out of syllabus سيادتك برضو لازم تكون عارفها احنا مش هنستخدمها اللي هما فيه تلاتة ريشيوز تانيين واحدة اسمها cosec theta والتانية اسمها sec theta واحدة كمان اسمها cotan theta كل واحدة من دول هي عبارة عن الreciprocal بتوع الbasic trigonometric ratio اللي تكلمنا عليهم من شوي طيب الانجلز اللي كنا نتكلم عليها في الحلقة السابقة كانت دايما angles يعني زي 35 degrees 24 degrees لما كنا نيجي نحسب الساين أو الكوساين أو التان بتاعها كانت الvalues بتاعتها بتبقى irregular أرقام كده فيها decimals كتيرة أو مش قادرين نكتبها في صورة fraction طيب دلوقتي الانجلز دي اللي احنا تكلمنا عليها في الحلقات السابقة ممكن يبقى فيهم مجموعة من الانجلز لما ديجي تحسب التريجنومتر كريشيوس بتاعتها تطلع الvalues بتاعتها values accurate very accurate يعني ممكن اكتبها في صورة A over B زي مثلا الانجل اللي هنتكلم عليها دلوقتي الانجل اللي مجر بتاعها 30 إذا حصل وجينا اتكلمنا عن الانجل 30 لما تبقى موجودة في الright angle triangle حضراتكو لما كنتوا في تاني إعدادي أخدتوا إن كان فيه ثيرين بتقول لما يكون عندي صايد opposite لانجل 30 في الright angle triangle اللينكس بتاعه بيبقى half the hypothesis طب هنفترض كده لو أنتوا بسيتوا معايا كده عندي right angle triangle في angle 30 هنفترض إن الصايد opposite لانجل 30 اللينكس بتاعه 1 يبقى أكيد الhypotence 2 علشان يبقى الopposite half the hypothesis طب لو حابين نحسب الadjacent ما قدمناش غير بايثاجوريا نثير اللي هو بيقول إيه لو حابب تجيب leg من اللاجز بتاعت الright angle triangle بتعمل square root the squaring of the hypotenuse minus the other side يبقى إذا حصلوا عملت square root two squared minus one squared تطلع root 3 لو جينا بصينا للratius اللي موجودة على الright angle triangle اللي قدامكو ده هتلاقي إن opposite لانجل 30 one adjacent للانجل 30 root 3 والhypotence is two طب لو أنا حبيت أجيب sine cosine and tan للانجل 30 زي ما احنا كنا قلنا قبل كده sine 30 opposite over hypotenuse تطلع one over two طب لو حابب تجيب cosine 30 هيبقى adjacent over hypotenuse يعني root 3 over two لو حابب تجيب tan 30 يبقى opposite over adjacent الملاحظة إن الأنجل 30 دي سموها special ليه؟ لأن values بتاعت الترينومتري كريشوس بتاعتها very accurate half root 3 over two one over root 3 طيب هل ممكن يكون فيه أنجل تانية تكون special وتكون الترينومتري كريشوس بتاعتها very accurate زي دي إنت لو بصيت في الفجر هتلاقي إن فيه أنجل تانية لازم يكون لها كده زي إيه؟ زي أنجل 60 طيب بص كده تعالنا نتكلم على الأنجل 60 إيه ده؟ ده نفس الفجر اللي كان مرسوم من شوي طب أنا أكيد مش عادي الكلام تاني side angle 30 side opposite to angle 30 الرشيو بتاعته هتبقى one hypotenuse هيبقى two والأجيسنت هيبقى root three ده بالنسبة للثيرتي طب لما نيجي بقى في الـ 60 هتلاقي إن الـ opposite بقى هو root three والأجيسنت هو الone والهيبوتنس is two طب أنا لو حابب أجيب sine 60 opposite over hypotenuse سيطلع root three over two حابب تجيب cosine 60 يبقى adjacent over hypotenuse which is one over two لو حابب تجيب تان ثرد is 60 هيبقى root three over one which is root three طيب نشوف angle كمان هل مثلا أنت عندك رأيي أنه ممكن تكون فيه angle تانية يكون فيها برضو ريشة ساعتها تكون special طيب إيه رأيك في right angle triangle لما تكون فيه angle 45 طيب تعالى كده نتناقش في الترينجل ده كده مع بعض right angle triangle فيه angle 45 يبقى أكيد الأنجل التانية برضو هتبقى 45 طب ما ده يبقى يعتبر عصاص الـ strength وأنا عرفت منين أنه هو isosilis triangle لأن كان المفروض لما يكون فيه عندي isosilis triangle يعني فيه two sides equal يبقى برضو فيه two angles equal طب ولو فيه عندي triangle فيه اتنين angles equal يبقى أكيد التو سايتز بتقوى بتقول opposite للأنجل دول برضو هيبقى equal يبقى right angle triangle لما يكون فيه angle 45 بقى isosilis طب الـ isosilis triangle بيقول أنه فيه صيدين لازم يكونوا قد بعض it's impossible أن يكون الـ hypotenuse يبقى the two sides اللي هيبقوا equal هما the two legs بتقوى الأنجل 90 طيب هنفطارد مثلا أنه side منهم اللينكس بتاعه one unit يبقى the side الثاني برضو one unit لو حابي بحسب الـ hypotenuse يبقى ما قداميش غير Pythagorean theorem هنعمل square root one power two plus one power two تطلع root two ليد الوقتي أن right angle triangle اللي فيه angle 45 هيبقى the ratios بتاعت the side أو sides one وone وroot two طب أنا لو حابي بحسب sine وcosine والتان بتاعت 45 ففي واحد يسألني يقولي طب هستخدم أنه 45 فيهم بنا عندي اتنين 45 واحدة في الـ base تحت واحدة فوق سواء اشتغلت على الأنجل اللي تحت اللي في الـ base أو اللي فوق لازم الـ results تبقى زي ما هي زي بعض بالظبط طب تعالا كده نجرب لو أنا هشتغل على الأنجل اللي تحت sine 45 هيبقى opposite over hypotenuse يعني one over two طب لو استخدمت الـ 45 اللي فوق برضو sine بتاعها هيبقى one over two طيب cosine 45 هيبقى up adjacent over hypotenuse which is one over root two طب لو حابب تجيب التان 45 هتاخد opposite over adjacent اللي هو one over one which is equal one طيب تعالوا نشوف example كده على الكلام اللي احنا قلناه بيقولك find the value of وكتب cosine 60 sine 30 minus sine 60 1060 plus cosine squared 30 في شوية ملاحظات بسيطة كده عايزة أقولها عشان لما تيجي تشتغل في finding values لحاجة تكون فيها ratios بتاعت special angles أو غيرها لما يكون في عندك two trigonometric ratios لازقين في بعض كده ده معناه انهم عم أموين times ولو في عندك power two على trigonometric ratio ما بتتحطش على الانجل يعني آخر تيرم مكتوب cosine squared 30 الباور 2 مش على 30 يعني ما تقولش دي equal cosine 900 لا انت هتحسب cosine 30 عادي جدا وبعدين تسكوار طيب تعالوا نبدأ نشتغل ايه ده دي angles كلها special وواضح جدا انه هما اللي موجودين في triangle 1 اللي هو أول triangle اللي اتكلمنا عليه اللي هو 30 60 90 طيب أبدأ أوزع الرشيوس بتاعتي على الترينجل على الصيدز يعني اللي موجودة في الترينجل اللي opposite angle 31 hypotenus 2 اللي opposite angle 63 ونبدأ نشتغل ratio by ratio اول حاجة cosine 60 ادي 60 cosine يعني adjacent over hypotenus يعني 1 over 2 طيب sine 30 طيب عادي 30 sine يعني opposite over hypotenus تطلع 1 over 2 بعد كده subtraction sine 60 sine 60 يعني حاجة عند ال 60 واشوف opposite over hypotenus يعني هتبقى root 3 over 2 بعدها 10 60 10 60 يعني ايه opposite over adjacent يعني root 3 over 1 last ratio cosine squared 30 هروح على 30 cosine adjacent over hypotenus يعني هتبقى root 3 over 2 وعليها squared ده اللي سكوار اللي كان مكتوب على ترينجل متريك ريشيو في السطر اللي قابليها كل اللي هنعمله هنستخدم الorder of operation يعني ايه order of operation مما يكون عندي مجموعة وربع لازم يكون فيه اولوية لل operations اللي هتتعمل multiplication وديفيجن الاول بعد كده addition و subtraction طيب انا عندي multiplication ايوة half times half 1 over 4 وفي عندي multiplication تاني root 3 over 2 times root 3 over 1 تطلع 3 over 2 وفي عندي squaring على root 3 over 2 تطلع 3 over 4 كده بقى عندي فيه 3 fractions 1 over 4 لو عملتها plus 3 over 4 اللي هو اخر تر تطلع 1 1 minus 3 over 2 تطلع negative half طيب جميل جدا example كمان بص بيقولك ايه prove that ان sine 30 equal square root 1 minus cosine 60 over 2 فيه غلطة كبيرة جدا كل الناس بتقع يعني مش كل الناس معظم الناس الغلطة دي اللي هي بيقول ايه لما يقولك prove that بلاقي ان الطلبة كاتبين ايه كاتب left hand side equal red hand side وبعد كده ياخد step ويكتب برضو left hand side equal red hand side وبعد كده ياخد step left hand side equal red hand side لا ده كده ما ينفعش ده كده مش prove انت عشان تبروف ال statement اللي قدامك لازم تشتغل في left hand side لوحده وتشوف ال value بتاعته كام وبعده انت اشتغل في ال right hand side لوحده وتشوف ال value بتاعته كام in case ان ال two sides طلعوا نفس ال value انت كده عملت proof وما تحاولش تعمل ايه حاجة اكتر من كده يبقى دلوقتي اول step هبدأ اشتغل في left وبعد كده ال right لما جيت بسيت كده على ال components اللي موجودة في ال statement اللي عندي لقيت ان فيها angle 30 وangle 60 طب انا وطريانجل اشتغل فيه طريانجل الاول اللي هو 30 60 90 وابدأ بال left hand side sign 30 يعني ايه opposite over hypotenus حمسك 30 opposite 1 hypotenus 2 assign 30 equal half طيب right hand side square root 1 minus cosine 60 من الترينج adjacent over hypotenus بالنسبة لل 60 تطلع برضو half over 2 طب عندي 1 minus half النوميراتر يطلع half و square root الكلام ده يطلع square root 1 over 4 which is 1 over 2 طيب ناخد example كمان اه دي حاجة مختلفة يقول لك find the value of x قلنا قبل كده لما يقول لك find the value of x لازم تform equation and solve it هتجيب ال value بتاعت ال x طيب أform the equation ازاي it depends حسب الجiven اللي موجود عندك في السؤال ممكن تكون word problem بيتكلم مثلا عن في حد اشترى حاجة والحاجة دي ال values بتاعتها and so on بس أهم حاجة انك تform equation طيب هو ميديني ال equation جاهزة بيقول لك x cosine squared 45 equal 10 squared 60 طب أنا مش عارف اشتغل كده أنا محتاج values مع ال x عشان أصلب ال equation بس اللي مع ال x trigonometric ratios لابا لازم تطلع ال values بتاعتها طيب ال angles اللي موجودة عندي 45 و 60 المرة دي بقى أنا هشتغل في اتنين triangles مع بعض added two triangles والرسيوهات المفروض حضراتكو حفظتوها نبدأ نشتغل نبدأ نشتغل x ولازق فيها cosine squared 45 it means that x times cosine squared 45 يبقى x times cosine 45 هتجي منين فيين ال angle 45 added triangle بتاعها اشتغل في ال base ولا اللي فوق سيان الاثنين زي بعض لو اشتغلت في ال base cosine adjacent over hypotenus يطلع 1 over root 2 وعليه squared equal 10 squared 60 فيين ال 60 ادي ال triangle بتاعها ودي angle 60 سيادتك عايز تجيب التان يبقى opposite over adjacent it means that root 3 over 1 كل اللي هعمله دلوقتي اننا هكالكيليت one over root 2 لما تعملها squaring تبقى half multiplied by x بقت half x طيب root 3 over 1 squared by 3 كده بقت اكواجن عادية خالص من بتاعت قولة العداد half x equal 3 هعمل divide half في الناحيتين الvalue يطلع 6 انت كده done طيب ناخد example كمان ايه ده if the straight line y equal x sine 30 plus c passes through the point 46 then find the value of c طيب هو ايه لدخل الالجبرا في الترينومتري في الجرافات في البوينت سيادتك لازم تتعود ان انت تبدأ تعمل mixing بين المعلومات اللي موجودة عندك لان هو ده الماثيماتيكس بيقولك y equal x sine 30 plus c انا مش عارفة تصرف لا انت ممكن تتصرف في منتهى البساطة هنسكيب بس الجزء اللي موجود في السؤال من بعد كده وابدأ اشوف انا ممكن اعمل ايه sine 30 اه ترينومتريك ريشي والانجل سباشال 30 بلازم يكون في عندي راية انجل ترينجل اللي احنا المفروض بدأنا او حفظنا خلاص الريشيز بتاعته sine 30 يعني ايه opposite over hypotenus يعني half طيب ما تيجي نكتب بقى الستيت منتلوها كان مندياني given بان احنا هنعمل substitution sine 30 بهالف يعني هتبقى y equal half x plus c لحد كده الترينومتري خلص مهمته اتنقل الموضوع دلوقتي لحاجة زي ما تكون كده شبه الالجبرا ده تقريبا كده الدرس اللي احنا كنا اخدناه قبل كده في الالجبرا اللي هو polynomial function ودي linear function لان هي مكتوبة في صورة y equal mx plus b بس هو ملغبة الحروف بدل ال b حاطتها c مش مشكلة ايه المطلوب في السؤال مطلوب find the value of c يبقى لازم اform equation تكون including c وطلع منها c بس انا ما عنديش equation ده انا عندي statement فيها equal وفيها اتنين variables ومطلق باط لا مش مطلق باط في معلومة انت لسه ما استخدمتهاش هو قالك ان line او الجراف passing through the point 4 و6 طيب اي point اولها x وتانيها y يعني هو كانوا بيقولك replace the x before replace the y by 6 طيب اذا حصلوا عملنا كده شلي ال y وحط 6 وشلي ال x وحط 4 حتلايا 6 equal half times 4 plus c طيب half times 4 دي معروف ب2 لقيتها بقت 6 equal 2 plus c تي كده بقت equation طيب حل ال equation انت عايز السي يبقى you have to eliminate التو اللي مع السي حسبترك 2 from both sides حتلاقي التو cancelled و6 minus 2 equal 4 يعني السي equal 4 طيب ناخد example كمان بقولك find the tangent of an acute angle of isosceles right triangle انا مش فاهم ولا كلمة ايه tangent وايه لدخل التانجنت وفين المعلومات اللي في السؤال المشكلة ان السؤال مليان من علومات بس حدك مش واخد بالك طيب انا معاش عارف عن ايه tangent طيب بص با tangent الappropriation بتاعه هي tan يبقى هو كاينه بيقولك عاوز tan tan theta والsin theta والcosine theta اللي هما basic trigonometric ratio عايز التان طيب ادي اول مشكلة وجهتنا حلناها طيب عايز التان بتاعت ايه بتاعت acute angle انا مضطرة اتعامل مع acute angle في الليفلز اللي بعد كده في ال high school ان شاء الله لما تشتغلوا في الترينومتري هتلاقي ان انت ممكن تقدر تجيب السين والcosine والتان والريسيبروكالز بتاعتهم في الانجلي الاوبتيوس كمان وفي الريفليكس انسقن بس احنا خلينا في مجال دراسة اللي هو الاكيو طيب هو التان ماينفعش يجي من انجل اكيو اكيو تو بس طيب مافيش المجر بتاع الانجلي المطلوب هو مخبي المعلومة جوه السؤال لان هو بيقولك isosceles right triangle طيب لما يبقى right angle triangle ويكون isosceles ده معناه ان ال two legs بتاع الانجلي 90 لازم يكونوا equal في اللانجز يعني هو كده بيتكلم عن الترينجل ده اللي احنا كنا عارفينه من الاول خالص اللي هو right angle triangle 45-45 طيب الريشيوز عارفينه the two legs بياخدوا one والhypotence بياخدوا root two طيب ايه بقى السؤال دلوقتي بعد ما كان السؤال مش عارف فيه اي حاجة اتحول ال statement واحدة بس 10-45 one over one اللي هو opposite over the adjacent one over one equal one انت المفروض ما تتخضش من السؤال تشوفه ايه المطلوب عندك وتتعامل معاه منتهى البساطة تمام تمام ناخد example كمان بقولك choose the correct answer from those given اه بيقول ان فيه triangle ABC ومدي لك الريشيو بين الانجلز اللي موجودة في الترينجل three to four to five وعايز cosine b طيب دلوقتي انا علشان اجيب cosine b لازم يكون عندي angle b طيب angle b ما انا مش عندي وانا وانا مفروض ان تكون انجل بيت تكون انجل سباشل يعني 30 60 45 يبقى لازم انجل بيت تحسب نرجع بقى كده لما كنا في ابتداء لما خدنا الريشيو والبروبورشن يقولك مثلا احمد وكريم ومحمد الريشيو بين الفلوس اللي معاهم مثلا three to four to five والفلوس على بعضها مثلا مثلا يعني one thousand dollars عايزين نجيب ال value بتاعت كل واحد فيهم معاك كنا بنرس ال values دي او الريشيو في الصورة دي كده حط الريشيو three to four to five ونجيب الصن بتاع الريشيو اللي هو 12 طيب ال example اللي انا كنت قلته دلوقتي بتاع التلت اشخاص اللي كان معاهم فلوس كان قالك one thousand dollars فكنت بتحط ال one thousand تحت التول وتعمل cross multiplication لل a وال b وال c او التلت اشخاص اللي اتكلمنا عليهم من شوية عشان تجيب ال value بتاعت كل واحد فيه طيب ايه اللي اختلف عن ده يعني ده عن ال example اللي انا قلته هو حاجة واحدة بس ان الصن بتاع ال angles بتاعت اي triangle في الدنيا لازم تكون one eighty يبقى انا هربلايس موضوع ال one thousand dollars ده بone eighty طيب هو انا محتاج اجيب التلاتة angles لا انا محتاج ال b بس مش معنى ال b بس لان المطلوب cosine b حاول بقدر الامكان ما تشتغلش حاجة زيادة عشان تسيف تايم في الامتحان يبقى انا ما قد ده مش غير ان انا اجيب ال b اوكي ما قد ده مش غير ان انا اعمل cross multiplication يبقى انا عشان اجيب angle b هعمل four times one eighty divide twelve ده يدي لك angle b طلعت sixty 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 دي special طبع عشان اشتغل في ال special triangle او special angle لازم ال special triangle ادي ال special triangle هو حضرتك كنت عايز ايه في السؤال اه انا كنت عايز cosine b طيب نعمل cosine b ازاي اه ال adjacent over the hypothesis يبقى فين ال angle sixty ادي ال angle sixty ال adjacent بتاعها one hypothesis two يبقى cosine sixty equal half وكده السؤال done ارجو ان انتو تكونوا بس متابعين معايا ومحدش يسرح مني طيب حد دلوقتي كل ال examples اللي احنا اشتغلين فيها كان يديني special angle ويطلب مني ان انا اجيب واحدة من ال ratios بتاعتها طب ايه رأيكو reverse الكلام يعني اين reverse الكلام يعني انا ادي لحضرتك trigonometric ratio وساعدتك تطلعلي ال angle تمام جد طب انا برضو ما شفتش يعني انا مش فاهم هو ايه المطلوب بالزبط يعني انا هقولك مثلا sine angle انا مش عارف المجر بتاعها بس sine بتاع ال angle دي equal half ممكن حضرتك تطلعلي ال angle كام يبقى انا هرفيرس كل الكلام يبقى لازم اكون عارف ال ratios كويس قوي وكون عارف ال ratio بتاعت كل واحد فيهم من ال opposite من ال adjacent من ال hypothesis واخد ال statement اللي هو يدهاني وحاول جسل angle طب ده بيسموه ايه بقى بيسموه finding the angle given its trigonometric ratio يعني انا هدي لك السين بتاع ال angle وانت تقولي ال angle بكام طيب ما نشوف example كده عشان الموضوع يبقى واضح بص بيقولك ايه find the value of x where x is an acute angle الكومنت اللي مكتوب ان ال x دي is an acute angle ده له معنى كبير جدا بس هو بيأمن الكلام بتاعه لان لازم تكون ال angle بتاعتك acute لانه هو ده مجال دراستك طب هو ينفع ال angle تبقى obvious ايوة بس مش في مجال دراستك دايما بيحطه زي constraints على ال statement اللي بيقولها لك عشان الكلام ما يبقاش فيه غلط لان ممكن ال angle تبقى obvious لكن مش في مجال دراستك تمام متفقين يبقى انا عايز x وال x دي angle ولازم تكون acute والمعلومة الوحيدة اللي هو مديها لك sine x equal 1 over root 2 طيب علشان اجيب ال angle لازم افتكر ال ratios اللي كانت فيها root 2 كانت موجودة في انهو triangle ما انا ما عنديش غير اتنين special triangle 30 60 90 و 45 45 90 طيب ال root 2 كانت موجودة فين ايوة برافع عليك كانت في ال right angle 45 45 طيب يا ربي هاشتغل على انهو angle اللي موجودة تحت في ال base ولا اللي فوق احنا اتفقنا ان هم الاتنين زي بعض طيب انا هاشتغل على ال angle اللي في ال base هو بيقول sign يعني opposite وhypotence مين في دول ال angle اللي opposite بتاعها one والhypotence بتاعها root 2 ما فيش غير 45 يبقى ال x بتاعتي ايه it's 45 طيب لو جينا ترجمنا الكلام اللي احنا عملناه دلوقتي بيقول ايه بقى حضرتك عايز ال angle اللي sign بتاعها one over root 2 ال statement اللي انا قلتها دي بتترجم mathematical ل sign power negative 1 وبتتقال sign inverse يبقى انا لما اقولك sign inverse one over root 2 معناها كاني بقولك ايه هي ال angle اللي sign بتاعها one over root 2 طيب طريقة الحل احنا لسه حلناه دلوقتي طيب هل ممكن يكون فيه طريقة استخدم فيها الكالكليتر قالك ايه بص by using calculator هتعمل ايه الكالكليتر الصينتيفك بتاعنا العادي جدا سيادتك عايز ايه انا عايز ال angle اللي sign بتاعها one over root 2 يعني عايز sign inverse one over root 2 طيب sign inverse تيجي ازاي حتدوس shift واتدوس sign هتظهر قدامك sign inverse وفي ال bracket كده هتحط جواها one over root 2 واتدوس equal هتدي لك measure بتاع ال angle which is 45 في ال example اللي فات كده احنا خلصنا النهاردة ارجو ان انتو تكونوا استفدتوا study hard see you bye اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة